أعلن الأستاذ دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلمات في بيان صادر عنها أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية التي بدأت اليوم الأول من ثلاثة أيام محددة للتصويت وأضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية والأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة ولوحظة وجود كثفات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر وأضف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد وهي التي يبلغ عددها 11.631 لجنة بداخل 9.376 مركزا انتخابيا وذكر أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 ذائر لتغطية الانتخابات ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسة إعلامية من صحف ومجلات ووكلات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية ينتمون لعدد 33 دولة من كل قرات العالم وأبرز رشوان أنه تسهيلا من هيئة الاستعلامات لتغطية المرسلين الأجانب للانتخابات في كل محافظات الجمهورية فقد نظمت للراغبين منهم رحلة لمتابعتها في محافظة شمال سيناء ضمت 24 مراسلا يمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية وقد غطى هؤلاء المراسلون الاقتراع في عدد من لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد فضلا عن تفقدهم للأوضاع الرهنة في معبر رفع وأوضح رشوان أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات والمتصلة بشبكة بمكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية لم تطلق منذ فتح اللجان سوى أربع ملاحظات من مرسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض اللجان الاقتراع وتم حلها جميعا ولخص رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تناول وسائل الإعلام العالمية للانتخابات الرئاسية حتى الساعة الرابعة عشر يوم الأحد العاشر من ديسمبر 2023 على النحو التالي لوحظ اهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية الكبرى والأكثر انتشارا حيث نشرت جميعها تقاريرا عن بدء التصويت في الانتخابات مع بعض معلومات عن التنافس والمتنافسين وايضا كان التناول موضوعيا في مجمله وركزها على وصف ما يجري بداخل وحول اللجان